على مدى عامين عمل مراسل قناة بلقيس وسط المخاطر وفي مرات كثيرة كادوا يفقدون حياتهم حصر فريق القناة في تعز في السابع من أكتوبر 2015 وكانت تلك وحيدة من سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها مراسل الميدان سبقها مقتل مراسل القناة عبدالله قابل عقب قيام ميليشي الحوثي بوضعه مع آخرين دروعا بشرية في مرمى طيران التحالف ومع جسامة الوقائعة إلا أنها لم تجبرهم على التوقف ولم تدفعهم إلى التخلي عن المهام التي اختاروها وعن تجاوز خط الأمان رفق مراسل القناة النازحين في رحلاتهم الإجبارية والذين توزعوا بين من بقوا قرب أحيائهم ومن هربوا بعيدا عنها لكنهم لم يختفوا أبدا عن عدسات بالقيس بذات القدر من الاهتمام تتبعت الكاميرا خط الجرحى المتوعكة ورحلة بحثهم عن الدواء وكلما مر يوم في جراحهم كانوا حاضرين في الشاشة الصغيرة وفي الحلم الكبير علقت أصوات الضحايا وصوروهم في الأذهان وما كان لها أن تفعل ذلك دون أن تجد من يسمعها ويخرجها إلى النور ويرى الملايين ما يحدث لمن أصرت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوق على ملاحقتهم وقتلهم وتشريدهم بعيدا عن الضوء أو فيما يعرف بسياسة التصفية الساحة من الشهود لكن أعينا بالقيس كانت حاضرة وكانت تضع صورة كاملة لكل ما يحدث حضرت بطاقمها المتعدد في الأفراح كما في الأحزان وتلك هي الصورة كاملة بلا إطار ترجمة نانسي قنقر